السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم سويلا كناري شكرا لكل واحد ولوحدة دعمني بلايك وابني في كل فيديو من فيديوهاتي اذا بما ان الجميع سألني وقال لي واشن هي الادوية نستعملها مع الفيتامينات والمحفزات اليوم جبت لكم موضوع راح يهم الجميع كما انا همني وشوفت فيه منفعة ولازم يعني على كل واحد لازم يديرها هاد الموضوع هذا خاص بالعصافير كي نجيبوها جديدا ندخلوها للمنزل العصافير تكون جديدة اذا الادوية نهاديك اللي اسألتوني عليها كنت دايما نقول لكم مازال صبروا عليها شوية لخطر ما كانت عندي حقيقة ما كانت موجودة عندي فتار وحتى الموضوع هادك الاخير اللي درته بتاع القميلة البخوضي هادا اللي راح نستعمله نوريه لكم اليوم ما كانش عندي وفي الحقيقة نهاد الأدوية هادي نستعملها يعني عندي من الفين وثمنتاش اذا وش عندي قلت لكم جبت عصافير عندي حساسين جديدة جبتها وعلى بالكم العصافير كيدخلوها للدار مش لازم نديروه ما حاجة لازمة لازم نديروها هي ان العصافير كيدخل للدار لازم نحطوه ان كارونتان وش نيا ان كارونتان يعني واحد نعزله واحد شهر حتى لربعين يوم يكون معزول على باقي العصافير التحكم اللي تكون في الدار هاقده اذا كان فيه الطير هادك الجديد اللي الدخلوه اذا كان فيه مرض وإلا فاش وإلا كاش فيروس ولا يعني ما وش راح يقادي العصافير التحكم نازم حتى ندويوه بهذه الطريقة راح تتفادا ويعني لقاع الملادي اللي راح يكونوا هاقده اذا اليوم انا وش راح نوري لكم قلت لكم جبت هاد العصافير جدد انا اول شي وش راح ندير راح نشوف مع الفاش شوف لما عندهم ش الفاش اليوم هاوليك هو البروديو اللي راح نستعملو البروديو هادا من عند انيماكسي كي ما راكم تشاهدو اذا شركة انيماكسي هي شركة جزائرية 100% يخدمو فيها اذا بياطرة ذو كفاءة عالية وكفاءة عالمية منتوج هذا انا نستعملو منذو 2018 واعطاني نتيجة 100% رائعة حتى عندي كذلك نخدم بالمنتوج تحم يعني كامل لقام نخدم بيها عندي لقامت الحمار فيها 12 دواء نستعملوا كامل على طول السنة وكل منتوج يمد نتيجة 100% يعني ما فيهاش هدرا فيها ولا تقول ما تخدمش مليح به ولا انا نعطي لكم هاد المنتوج اني سيت قتلكم من 2018 وانا نخدم به ومدل للنتيجة لهذا حبيت نوريه لكم ولهذا كي سألتوني قتلكم ستنا وراح نديلكم فيديو عليه حبيت حتى نجيب كامل الادوية ونوريها لكم اذا نحن شوفوا تابعوا معايا وش راح ندير نجيب المحلول نجيب العبوة وش راح ندير راح نرش العصافير تاعي لازم نشمخ مليح لازم هاد اللي بخوضي هاد نديروه بعيد على اشعة الشمس كما راكم تشاهدوا فيه نخدم وصدقوني هاد المحلول هاد راح يقديني هائيا على الفاش اللي يكون في العصافير هاد العملية هادي نعودوها ثلاثة مرات حتى أربعة مرات في اليوم لازم يتشمخوا بالبخوضي هاد كما راكم تشاهدو هنا في الصورة هاكدا وبعد ثلاثة ايام نقدرو نمدلهم يدوشو متابعي صفحتي اذا نتمنى انكم جربوا هاد المنتوج وانا نضمن لكم للنتيجة انها تكون بمئة بالمئة بما اني انا نستعمل وعندي من قلتلكم من الفين وثمنتاش وانا نستعمل في هاد المنتوج هذا اه في انتدار للجزء الثاني اللي راح نوري لكم الفيتامينات اللي راح نستعملها لهاد الاينات هادي باش نوجدها للموسم المقبل بحول الله اذا نخليكم في رعاية الله وحفظه والسلام وعليكم ورحمة الله تعالى وبركاته